موسيقى حياكم الله في موسم الانفلونزا ودخول الاجواء الباردة عادة ما ينصح بلقاح الانفلونزا السنوي لكبار السن ومصابي امراض القلب إذ عادة ما تكون مضاعفات الانفلونزا أكثر شيوعا لديهم وتعد من المجموعات عالية الخطورة فما هي علاقة صحة القلب بالانفلونزا وكيف يمكن تقليل مخاطر الإصابة للمزيد ينضم إلينا من الرياضة الدكتور أيمن محمد الصالح استشاري قلب وقسطرة تداخلية في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود أهلا بك معنا دكتور في صباح العربية ويمكن حابين نفهم منك ما هي العلاقة ما بين الانفلونزا وما بين صحة القلب وإلى أي مدى تشكل خطرا على مرضى القلب هذه الانفلونزا أصبحكم الله بالخير جميعا وشكرا استضافتي في البرنامج والله علاقة الانفلونزا وأغلق عدد كبير من الالتهابات في صحة القلب هي علاقة وثيقة لكن أحب أختصرها أو أبوبها لها علاقة بشرعين القلب أو بعضلة القلب أو بكهربائية القلب والتهاب الانفلونزا يسبب ردة فعل عالية المخاطر لعضلة القلب تجمع السوائل زيادة الضخ تغير كهربائية القلب أو زيادة تكلسات القلب ونسبة الكوليسترول في الشرايين مما قد يزيد إلى نوبات القلبية الحادة يعتمد برضو على تعرضها نوعية الفئة العمرية إذا كان من الفئة العمرية المتقدمة إذا كان في أمراض مزمنة مشابهة أو مشاركة لأمراض القلب فكلها تعتبر مجموعة ترفع لنسبة المخاطر للمريض دكتور أيمان في منطقتنا ربما أصبح عدد مرضى القلب أو من مصاب أمراض القلب كأنه مرتبط باسمه بدأ للدكتور يحط له مريض قلب وفلان الفلاني اليوم هل هذا كل ينطبق على كل مصاب بإنفلونزا الموسمية هو في حالة خطر لأنه مريض قلب حتى اللي سوى قسطرة واللي عنده شريان واحد نفس اللي مسوي عملية تبديل شرايين والله نتمنى السلامة للجميع لكن فعلا مثل ما ذكرت نسبة المشاكل القلبية جدا مرتفعة في منطقتنا وذلك بأسباب كثيرة بعضها جيني وبعضها طبيعة الحياة بعضها بعض الخيارات الصحية لكن فعلا أن المريض القلب يعتبر بالنسبة للمخاطر مرتفعة ومقارنة بالغيره في تعرض للإنفلونزا وهذه الأسباب التي بوبتها بالنسبة لعضلة القلب أو الشرايين القلب أو كهربائية القلب فعناية الإنسان بنفسه وبصحته من الناحية القلبية ليس شيء مهم وبرضو من ناحية التباعد الاجتماعي بس يعني مريض القلب كل واحد فيهم كلهم ولا أنه لا اللي والله مثلا عامل قسطرة غير عن اللي عامل عملية تبديل شرايين وعنده مشاكل بالتنفس هل كلهم في نفس الخطورة مستوى الخطورة سؤال جميل أمراض القلب زي ما تعرف يعني طيف وفيها أمراض يعني أمراض متقدمة يعني المشاكل فيها وفيها مخاطر متعددة شرايين متعددة هذول يعني الفئة من أمراض القلب يعني العناية يجب أن تكون أعلى الحفاظ يكون أعلى الحرص أكثر وقد تكون تعرضهم للمخاطر من الإنفلونزا أعلى من غيرهم وفيه هذا هذا يعني مثبت في كثير من الدراسات من نسبة جلطات القلبية والموسمية بالإنفلونزا أعلى والإضافة لضعف عضلات القلب برضو يعني يتعرضون لنسبة أعلى من غيرهم يعني طيب دكتور يعني السلام للجميع بإذن الله إن شاء الله يا رب التهب الرئة ومشاكل أخرى من المضاعفات قد تحدث لمرضى القلب بسبب الإنفلونزا كما تحدثت قبل قليل هذه المضاعفات هل لقاح الإنفلونزا يكون فعال في هذه الأوقات بالنسبة لهم ممتاز يعني زي ما ذكرت طالعام أنه تأثير الإنفلونزا قد يكون مباشر على القلب وقد يكون هو ما يحصل نتيجة لالتهاب الإنفلونزا وردة فعل للقلب للأعراض التي تتشمل الجسم كامل فالتهابات الأمراض المزمنة أو الالتهاب الحاد هذا يؤثر على أداء القلب سواء من الشرائين أو من عملية الضخ فهو يعتبر تابع لهذه الأشياء والإنسان الذي عنده مشاكل في عضلة القلب أو في الشرائين سوف يعاني أكثر من غيره اللقاح دوره دكتور في هذه الأوقات ما هو النتيجة اللقاح طالع أمرك جدا مهم وهو يزيد من نسبة مناعة الإنسان يزيد من نسبة جاهزيته للدفاع ضد الإنفلونزا وبالإضافة يقلل من أعراض الإنفلونزا وبالتالي يقلل من حاجة القلب أن يكون داعم للجسم بشكل كامل فنشدد على أمراض المرضى اللي عندهم مشاكل في القلب الحرص على اللقاح خصوصا في مراحل عمرية متقدمة مع الحفاظ على الصحة العامة بشكل عام طرح طيب الدكتور هل هناك نوع من الأدوية ربما تتعارض مع بعض الأدوية التي من الممكن أن يأخذها المريض في حال إصابته بالإنفلونزا وإذا كانت شديدة أدوية القلب أقصد أنه تأثر عليه أيضا من لديه تضخم في جدار القلب أو عضلة القلب كيف من الممكن أن يؤثر عليه ذلك مبدئيا لقاح الإنفلونزا يعني لقاح آمن وليس من المشهور أنه في تعارض مع لا دكتور أيمان أنا لا أتكلم عن لقاح أتكلم عن يعني أن إذا أصيب ولم يأخذ اللقاح فنحن نضطر أن نأخذ أدوية ثانية فعلا طبعا يعتمد على نوعية علاج أو الطيف الالتهاب الإنفلونزا ومدى هل هو متقدم أو هل هو في مرحلة متوسطة لكن ردة فعل مريض القلب ستكون طبعا متأثرة بالالتهاب الإنفلونزا لكن لا يوجد تعارض على حسب علمي من الأدوية القلب أو في الإنسان الذي عندهم مريض أو يعاني من الإنفلونزا الحاد طيب دكتور لماذا لا ينصح الأطباء باللقاح الرذاذي بالنسبة للمتقدمين في العمر يصل عمرهم 65 فيما أكثر طبعا هذا الموضوع يرجع للحفاظ على أمان المريض والسلامة الشديدة فاللقاح الرذاذي قد يكون أداؤه مختلف عن اللقاح أعراض جانبية وهو عن طريق للحقنا ولها أعراض جانبية وبالإضافة أنه قد يسبب إلى زيادة التهابات أخرى لدى المتقدمين في السن فيفضل اللقاح التقليدي على اللقاح الرذاذي مثل ما يتفضل دكتور أيمن خلنا نأخذ بعض الأسئلة أسئلة المشاهدين هي أسئلة بصورة عامة اللي جاب عليها باختصار هل مريض القلب دكتور إذا أصابته الجلطة ترجع تصيبه مرة ثانية طبعا نسبة تعرضه للجلطات أو المشاكل القلبية المقبلة تكون أعلى من العامة لكن إذا حافظ على الغذاء على الحياة الصحية السليمة على الأدوية بشكل منتظم فنسبة تعرضه لتكرار الجلطات ستكون أقل منها لكن لا تنفيها لا تزال موجودة للأسئلة دكتور ما مدى خطورة التدخين على القلب السؤال يعني معروف التدخين التهابات القلب وتكلسات الشرايين والجلطات ويأثر الآن الشيء المثير الانتباه يأثر على عضلة القلب وعلى عملية ضخ الدم فهو لا تأثيرات شاملة على الشرايين على القلب على كهربائية القلب نسأل الله السلام يعني ما تدخنش هم مقلبين الدم أيضا أبدا ما تدخنش لا دكتور هل يعتبر شرب الشاي له تأثير على الصحة وسلامة القلب وخلينا نقول الأكثار منه ومنبهات يعني عجبني الإضافة الأكثار منه ويأثر على إحساس المريض وشعور المريض والإنسان الذي عنده ضعف عضلة القلب قد لا يكون هذا شيء محبث له هذا آخر سؤال خلني أسألك دكتور أنا إذا اسمحتي اليوم حتى في خبارين الرياضية البعض يعني على الكارديو أو حتى على التريدميل دائما جهاز الجيري عفوا أنه يحاول أنه يضع نبضات القلب أو معدل ضربات القلب في مستوى معين وقد يزيد حتى يزيد من عملية حرق الدهون هل هذا مفيد ضار أو عنده قلب شون يتعامل معي الموضوع ممتاز طبعا نسبة معين هذه طبعا لحسابات بمعادلات رياضية لزيادة لحفاظ على نسبة معين من نبضات القلب لإتمام أو أفضل أداء لعضلة القلب والشرايين طبعا مريض القلب يعتمد على نوع مريض القلب يجب أن يدرس هذا الموضوع ببرنامج رياضي سابق ويكون فيه نسبة معينة ترفع تدريجيا للحفاظ على سلامة المريض لكن هذا شيء مهم دكتور أيمان محمد الصالح استشاري قلب وأقصطرة تداخلية في المدينة الطبية بجامعة الملك سعود شكرا جزيلا لك وكلا واتمنى الصحة وسلامة لكل من يرقد على الأسر الله يسا جميعا ترجمة نانسي قنقر شكرا جزيلا